لكابتن نادي الأهلي حارس مرمى الفريق الأول كابتن محمد الشناوي اللي قال إن الفريق استعدى بشكل جيد لمواجهة نادي الزمالك مؤكداً أن مباريات الفريق دائماً ما تكون صعبة يعني المباريات اللي بتجمع ما بين الأهلي والزمالك تبقى مباريات صعبة مباريات حافلة بالندية إلا أن اللعيبة عندهم تركيز شديد عندهم رغبة كبيرة في تحقيق الفوز حارس نادي الأهلي بيشير إلى أن فريقه بيحترم جميع المنافسين وبيتعامل مع كل المباريات بجدية تامة وأن اللعيبة في قمة الالتزام قمة التركيز قبل مواجهة الغد وجه الشناوي رسالة إلى الجماهير للتواجد بكثافة والتشجيع بحماس وقال إن جميع اللعيبة لديها رغبة قوية لتحقيق الفوز والعودة بالكأس وأنا من هنا من قاهرة المعزر دين الله الفاطمي بقولها كابتا محمد شناوي الجماهير سواء جماهير الأهلي أو جماهير نادي الزمالك حتكون بتملأ بكرة الأستاذ تملأ جنبات الأستاذ والتشجيع هيكون على أشد فنتمنى أن بكرة إن شاء الله نشوف مباراة تليق باسم ومكانة وتاريخ نادي الأهلي واسم ومكانة وتاريخ نادي الزمالك تليق بالكرة المصرية بكل أبعادها فنية وأخلاقية ترجمة نانسي قنقر